طيب ازاكم يا شباب عاملين ايه ان شاء الله نتكلم النهاردة في جديد اسمه ايه من الشكل اللي ظهر قدامك فيه اب بار ده في تايتل معين تمام عندك هنا فيه كولوم كولوم ده اشيال منك كزا تاكس في هنا بطن لما انا بدوس عليها مفروض ان هو او معينة تبدأ انها تجيب لي بتاعت الموبايل بتاع اللي انا دوست عليها كده يبدأ يقول لك ان الموديل بتاعتك اتنين واحد واحد تلاتة الا ايدي بتاعك كزا لبراندوب و ديسبلي كزا اللي هو هست بتاعك ابونتو ريال ديفايز دي معناها هلا هو يعني ما كان احطط عندك عالجهاز او اميريتور ولا هو جهاز حقيقيه فهو جهاز حقيقيه اه الديفايز بتاعك كان تلاتين فنجر بلين صهرة الطيب بتاعك بيقولك اه انجي ولا يوزر لا يوزر عادي تمام تعال نشوف بقى ازاي نقدر نعمل ده من خايف طيب اول حاجة احتاجها في بتاعي هي ديفايز انفو دي وابدل ان انا اعمل علي ايه ببجت هاجي هنا على مين و هعمل احتاج ان انا انادي على من تمام هاجي تحت هنا واعمل عايز هيبقى اسمه ايه هيبقى اسمه تمام خلي بس و هشيل السطر ده من هنا كده تمام واجي هنا انادي على مين انادي على حالو او هلا انا ريترن كنتينر لأ طبعا ريترن ماتيريال ماتيريال اطلع بره اول حاجة بتاعها انا هخليها فولس هخليها هنا فولس بعد كده الهوم هيبقى مين الهوم هيبقى حاجة مسلا زي انفو طبعا انفو اللي عند الوقت مش موجود فبفتح انا بروجيك بكريت اه ملف جديد وبسميه باي اسم انا هم كريته قبل كده ومسميه ديفايز ديتيل ديمو فابدا ان انا اقول ايه في عشان كريتلي هسمي ايه هسمي انفو وابدا ان انا اشيل السطر ده كده واجهنا على ديت وابدا ان انا ايه امبورت ماتيريال للدور اروح لمن عشان ما حصل لشيء مشاكل واقف على انفو وابدا ان انا ايه امبورت المكتب دي فيه هنا سي ميكرو نون انستا خلاص كده مين ايه انا مش هحتاجها تاني اه عزبا اعلن عن شوية متغيرات تشيل القيم بتاعت الجهاز بتاعي المودل والا اي دي وا 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 فابدا ان انا بصوا ما كلهم يبو سترينج هلنا هنا على المتغيرات سترينج اول حاجة كانت ايه كانت مودل تمام سبيلها كما مبدئية كده تمام تسع متغيرات يعني انت محتاج تعمل من مودل دي تمام النسخ هحتاج هنا بقى ايه ميسود بس انا ممكن اكتب هنا مسلا فيوتشر تمام ايه اه فويت طب هسميه ايه مسلا ديفايس اه دي تيل مسلا ايا كان تمام هخلاها السنك بقى هحط هنا لبلوكات جوه الميسود ديت هبدأ ان انا هحط اللوجيك اللي هيبدأ ان هو يجيب لي الداتا او الديتيل او الانفو بتاعت الجهاز بتاعي اول حاجة هنحللنا عن متغير وهيبقى تمام هايجيب او هعمل اه انستانت من اللي 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 هو ديفايس انفو بلاجين هسميه بنفس الاسم ديفايس انفو بلاجين از اكوال برضو انفو بلاجين حط لي لأ ديفايس انفو بلاجين تمام حط لي السيمة كله هنا بقى محتاج ان انا ايه لو حصل مشاكل معاناة كزا واحدة هستخدم بتاع بلادفورم اندرويد بلادفورم ايو اس ممكن يبقى ويب او او ايا كان فابدأ ان انا اقول هنا اون اه بلادفورم ايه بلادفورم اكسيبشن اه بلادفورم اكسيبشن تمام افتح لنا البلوكات بسيط يعني عادي ممكن ان انا اعمل هنا برينت للاكسيبشن وخلاص يعني هعط برا هنا السيمة كل تمام عايز بها تشك على حاجتين لو الموبايل بتاعي اندرويد او ايو اس انها اصلا شغالة بس اندرويد ايو اس تمام اه افتح هنا الاكواس بتاع تلسف وطلع برا حطي البلوكات تعال بقى جوه ايف قولي لو بتاعك دوت ايه دوت از اندرويد هلو قوي تعال بقى هنا وقولي ان انا هعلن عن متغير وهيبقى الفور ده ممكن ان انا سميع ايه اسم اه اسم الانستانس بتاعك ايه ديفايس انفو بلاجن طيب دوت اندرويد هتلاقي في اندرويد انفو ايه هتلاقي جاي من اندرويد انفو يعني في 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 بوتلودر براند ديفايس الحاجات اللي انا هستخدمها اتسع حاجات ويمكن في اكتر كمان طب انا عادي اغير في فهستخدم تمام حلو او ابدأ بقى ان انا اقولي ان الموديل بتاعي الموديل بتاعي اللي هو ده هيكول دوت ايه دوت موديل طب هو هنا بديني ارور يبقى انا لازم اجي هنا كده واقول ايه واقول اويت انت مسترة فلو انا جيت تاني قلت دوت ايه هتلاقي موديل ظهرت عندي فابدأ بقى ان انا اعدل على المتغيرات كلها طب دلوقتي انا اعدلت فيهم بتاعي كان ان هو اصلا مش وبالنسبة هو كان بول بديني اتراه فلس فانا خليتها برضو هعمل نفس الكلام على ايه على الايو اس فانا ابدأ طب انا اخلصت من اندرويد اروح بقى على الايو اس هقول بقى لو اللي بتاعي طب الايو اس هل فيها تسع معلومات او اكتر لا هي مش فيها بس برضو احنا هنمشي فيها هفترض ان اسمها تمام اسم بتاعك ايه دوت ايه دوت ايو اس انفو تعليفت احكيها الايو اس انفو هتلاقيها من ايو اس ديفايس انفو فيها النيم سيستم نيم والموديل يعني مش الحاجات اللي موجودة في في الاندرويد المهم اللي هعمل هنا انا كيه كيه هستخدم بس شوية حاجات معينة اه طبعا هي اه عبارة عن فبخليها هنا كده انا خلصت من الاندرويد وخلصت من الايو اس وخلصت من كلها ابدأ بقى ان انا يقالها في اليو ايه اللي عملت كيه فمفروض ده الشكل اللي هيصاري انا هنا مش عايز ادي له كنتينر لا انا بالعكس عايز ادي له تمام احط هنا السيمي كولون واسكافول دي هتديه هنا اب بار اب بار هتاخد مني اه اب بار تمام ابدأ ان انت هتعمل كده اه اول حاجة انا عايز ادي كالر اه باكراوند كالر هفترض ان هو بارد اكسنت تمام افتح هنا الاكواس ديها تقول لي متين محتاج ان انا هتديك تمام التايتل انا عافنا هتاخد منك والتيكست ده هتدي له برضو بس هتدي له هنا اسم الاول مسلا هتدي له هنا والتيكست ستايل تمام افتح هنا وانا عايز باس ادي له هنا بس هفترض انها هتبقى تلاتين كنترول اس كده حلو وجميل اول كده احنا خلصنا من ايه كده احنا خلصنا من الاب بار محتاج اي تاني محتاج هنا هياخد منك ايه تمام افتح هنا الاكواس بتاعتها ووقف على دي هيجيب لك هنا اللامبا ديات وقول لك انا احتاج منك والله هنا انا هتديك اه ديتيل بتاعتي وحط سيمي كله كده بتبدأ انها تظهر معاك طب هلا لها اكتيفي بس بال بال انا ممكن ان انا ادي له هنا اه اللي اتشال ده هيبقى برا عن ايكون افتح اكواس اتبقى هنا ايكونز دوت اه مسلا حاجة زي انفو مسلا وابدأ ان انا ادي له هيبقى برضو بنفس الشكل اه افتح هنا اكواس الليست دات وديني هنا متين كده كده تمام قوي كده انا خلصت من وخلصت من محتاج بقى البادي بتاعي البادي ده والله ممكن انا هتدي له هنا مسلا سنتر او ممكن انا هتدي له كنتينر عشان كنتينر مسلا ممكن انا هستخدمه كفزيبول وينفيزيبول اه كنتينر افتح الاكواس ساعة الكنتينر اه ممكن انت تديني بتاعك هيبقى سنتر تمام بعد كده انا هحتاج منك التعليقات هيبقى عبارة عن كلهم المين اكسس بتاعها هيبقى سنتر وابدل ان انا ادي له دي هتبقى لستة من التكس انا كان خلاص اي هو عبارة عن كزا تكس ظاهرين تحت بقى تكس لو لاني فيه الموديل وموديل وكمت الموديل وكمت الموديل وكمت الموديل نفس الكلام بقى هيمشي على كل هاي الحاجات دي لو انا جيت هنا فهلاقي الحاجات دي ظاهرة قدام دلوقتي طب لو انا دوست على الزرار اللي هو بينادي على بتاعتي فيقول لي بتاعك اس كزا بتاعك كزا بتاعك كزا تمام طب انا ممكن ايجي هنا على تمام ومشدها اصلا علشان شكلها كبير شوية واما كده تمام ممكن ايجي على ايه تاني على اه بتاعي اه انزل تحت هنا وبرضو مشدها حاجة بالشكل ده كده كنترول اس طب اكتشفت وانا بقى عن الفيديو ان انا كنت ساند الطيب هنا للفينجر تمام فانا ساندت الطيب للطيب وظهرت هنا ازاي بقى خليت اه الفينجر بالمحاذية ديت خليت بس بتاع عشرة ولا اجيت اعمل كده فمفروض بتاعي المتغرات اللي فيه دي تروح زي ما ظهرت دلوقتي لابار ظاهر الموديل بس ده كان فيديو من النهاردة لو وصلت للحت دي فيعني عب مسلا انت متسيبش لايك شار الفيديو لأي حد من صحابك شترك في القناة لو في فكرة برنامج حاب مسلا ان انا عاملها ممكن تسيبها لي في وستنى ان شاء الله كل جديد وسلاك